الهيكل الخلوي خيوط الأكتن الخلية الخلية الحيوانية والتي تعتبر الوحدة البنائية لجسم كل من الإنسان والحيوان والخلية النباتية والتي تعتبر الوحدة البنائية للنبات يحتويان في تركيبهما على ما يوفر لهم الدعم والحماية وهو الهيكل الخلوي والمتضمن في السيتوبلازم الخاص بكل خلية فالسيتوبلازم يعتبر المكون الأساسي الذي يملأ كل خلية فهو يمثل خمسة وخمسين بالمئة من حجم الخلية وهذا يعني أن الهيكل الخلوي يعتبر أحد العضيات الموجودة داخل كل خلية فمما يتكون الهيكل الخلوي تركيب الهيكل الخلوي الهيكل الخلوي هو عبارة عن دعامة أو هيكل بروتيني يشكل بنية حركية تحافظ على شكل الخلية ويلعب دوراً أساسياً في النقل والحركة داخل الخلية وينقسم الهيكل الخلوي داخل أي خلية إلى ثلاثة أنواع الخيوط الدقيقة أو خيوط الأكتن والأنابيب الدقيقة والخيوط البينية فهيا لنتعرف على الخيوط الدقيقة أو خيوط الأكتن خيوط الأكتن تتركب خيوط الأكتن الدقيقة من وحدات صغيرة متجمعة مع بعضها يسهل فصلها لتقوم بوظيفتها من دعم الخلية وتحريكها وحركة العضيات فيها وتلك الخيوط تكون شبكة متقاطعة متفرعة داخل السيتوبلازم لتساهم في حركة العضيات وتؤدي دورها في عملية انقباض وانبساط العضلات دور خيوط الأكتن في انقباض العضلات يعتبر الانقباض الوظيفة الأساسية للعضلة والذي يتم كالآتي تحتوي الخلية العضلية على ألاف القسيمات العضلية وكل قسيم عضلي يحتوي على العديد من البروتينات الخيطية السميكة والرفيعة الدقيقة حيث إن تلك الخيوط الرفيعة الدقيقة هي خيوط الأكتن وتتم عملية انقباض العضلات وانبساطها عبر حركة ميكانيكية بين تلك الخيوط السميكة والرفيعة